طيب الموضوع التاني والملف التاني وده هتكلم فيه بسرعة عشان عندي ملفات تانية وعندي موضوعات تانية في الفقرات الاخرى كاس الامم الافريقية بارح فيه كلام تدول مساء امس ان البطولة رسميا خلاص اصبحت 3 يناير والكاف خد قرار بتقديم معدها بل البعض كمان طلع النهاردة وقال الكاف نفس ده دون الرجوع للاتحاد الدولي وده تخبط وقاله حاجات غريبة انا اول مرة اسمحها واول مرة اشوفها حتى هذه اللحظة وانتوا دايما بتسمعوا الكلام الرسمي من خلالنا لغاية بداية الحلقة الساعة خمسة لغاية اللحظة بكلمكم فيها ما فيش قرار رسمي بتقديم موعد كاس الامم الافريقية من 9 يناير لحتى 8 يناير يعني 24 ساعة لغاية اللحظة دي ما فيش قرار رسمي وعشان يتخذ قرار رسمي هقولكوا تفصيلة يمكن لأول مرة تسمعوها اللجنة التنفيذية في الاتحاد الافريقي مش من حقها لوحدها ان هي تغير معاها كاس الامم الافريقية بشكل واضح ومباشر بتاخد موافقة اللجنة المنظمة في الكاميرون ان هي تقدر تقدم البطولة ثم بعد ذلك بتاخد موافقة المكتب التنفيذي ثم بعد ذلك بترسل توصية للاتحاد الدولي مجلس الفيفا الاعلى برئاسة جياني انفنتينو بتقول له عندنا توصية بتقديم موعد كاس الامم الافريقية بناء على طلب النادي الاهلي عشان عندنا ظروف واحد اتنين ثلاثة والقرار النهائي لتقديم موعد البطولة بيكون من الاتحاد الدولي لان دي اجندة دولية ما تقدرش تغير في موعدها الا لما تاخد موافقة الاتحاد الدولي عليها فبالتالي لغاية اللحظة اللي بكلمكم فيها لا في تقديم للمعال لغاية اللحظة دي ولا في عرض الامر على الفيفا لغاية اللحظة دي وهناك بارقة امل بنتمنى ان القرار يكون سريع خلال الايام القادمة وفي مفاوضات بيجريها النادي الاهلي بعد الخطاب الذي ارسل قبل اتنين وسبعين ساعة عقب اجتماع الفيديو كونفرنس وبننتظر الجديد خلال الساعات الجاية لسه عندي امل الموقف صعب لكن ارجوكو بلاش نطلع اخبار غير صحيحة ولما يتخد قرار لازم نشرح لناس القرار بيتاخد بناء على ايه لازم الفيفا يعتمد تغيير موعد كاس الامم لان دي اجندة دولية مرتبطة بمباريات فرق اوروبية واستدعاء محترفين فالقرار مستهل هياخد وقت لكن ان شاء الله عندنا امل في ربنا ان الازمة دي تتحل ويقدر الاهلي يشارك بكامل صفوفه في كاس العالم للاندية